السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وحضراتكم بخير نشوف التعليقين دول كده ونقول ايه الحكاية ايه الدكورة ايه اللي جرالها حتى في العصافير كمان اللي اولاني بيدرب النتاية مش عايزة تخش العش كل ما تيجي تقرب منه بيدربها مش عايزة تدخل العش ابدا اما التعليق التاني بتلاقي ان النتاية هي اللي عايزة تدكر والدكر مش معبرها طب نشوف التعليق الاولاني لو هو الدكر بيدرب النتاية وبينقرها وكل ما تيجي تدخل العش يقولها لا مش عايزة تدخلها العش يبقى العش ده اكيد مش امن العش ده اكيد في حاجة لان كلنا عارفين طبعا يا جماعة ان الدكر اول حاجة بيعملها ان هو بيدخل يأمن العش يتأكد ان العش ده سليم ما فيهوش اي خلل وان فيه مادة التعشيش اللي انت حاطتها النشارة العش ما بيتهزش تمام؟ العش نظيف بيبدأ يخش بقى خلاص كده يغرد جوه ويخرج يتزوج مع النتاية ما فيهش اي مانع او كمان السبب تاني انه ممكن تكون فيه فرق في السن كبير بين الدكر والنتاية يعني ما ينفعش انك انت تدي دكر مثلا عمره سنة ونص مع نتاية لسه عندها ستة وشر صغيرة لسه النتاية ما بلغتش ما هو لازم من شروط التزاوج انه يكون فيه بلوغ ما بين الدكر والنتاية ما ينفعش تدي برضو نتاية كبيرة تديها دكر صغير ما ينفعش ابدا اتلاقي النتاية مش عايزها ومش يحصل بينهم اي توالف نفس الكلام لو انت عندك دكر كبير وانتها صغيرة مش هيحصل بينهم توالف واتليه دايما ينقرها ومش عايزها تدخل العش مش هيحصل بينهم تزاوج فلازم تتأكد من الحاجتين دول ان النتاية ديت سنها قريب من سن الدكر النتاية ديت بلغة حتى لو سنها مش قريب من الدكر مثلا هو عنده سنة ونص وهي عندها تسع شهور خلاص عادي بدل ما هي بلغة طيب اما التعليق التاني الدكر هو المش معبر النتاية النتاية عايزة وانت شايف ان النتاية زايفة بنقول عليها زايفة النتاية زايفة وعايزها الدكر وتعطي لفة حوالي كده وبتعمل حركات ان هو مفروض ان هو يكسرها ويحصل التزاوج بينهم ولكن هو مش عايز يبقى هنا ممكن يكون بسبب العصية بتاعت المجسم تكون مش سابتة انت مش حط الطاجن مثلا يحصل التزاوج عليه او كمان يكون الدكر دا ضعيف يعني طول ما انت ما بتسمعش تغريد للدكر يبقى الدكر دا ضعيف الدكر طول ما هو بيغرض يبقى الدكر دا زايف قوي وعايز على طول النتاية التغريد دا بيدل على ان الدكر دا في حالة كويسة جدا وهو عايز النتاية وعايز تزاوج مفيش تغريد وان النتاية هي اللي زايفة والدكر متنشها خالص يبقى الدكر دا ضعيف في الحالة دي نعمل يتقول لي اغير الدكر التغيير دا صعب قوي ان انا اغير دكر واروح لسه اجيب دكر تاني وادخله على النتاية ولا ادخل النتاية عليه ويحصل التولف ولا ما يعصلش وهياخد منك بقى وجع دماغ ودايرة تلاقي ايه دايرة يعني مش هتقدر انك انت تخرج منها طب تعمل ايه في الحالة دي انك انت تحول انك انت تدي للدكر دا مخصبات تخليه انه هو يبقى زايف على النتاية من غير ما تفصلهم عن بعض ولا اي حاجة خالص انت بتهتم بالاكل جدا الاكل اللي تهتم به هو الامح المنقوع اللي هو الجرجير زي ما حدكم شايفين كده الجرجير بحطه قدامهم مرتين لتلات مرات في الاسبوع البيض المسلوق دا مهم جدا جدا للدكر بيخلي الدكر يبقى زايف على النتاية المية تحط فيها زنجبيل ربع معلقة من الزنجبيل او شعرة من الزنجبيل في المسئة المية تمام دا بيخلي الدكر في حالة كويسة جدا واول ما يحط الزنجبيل دا في المية بتلاقي الدكر على طول بيغرد وعايز ان هو يتزاوج مع الانسة دايما انك انت تحفز الدكر بالتنوع في الاكل كل ما تنوع في الاكل كل ما تدكر بقى في حالة كويسة جدا تمام وتلاقي ان هو بيغرد وتسمع تغريده وتول ما تدكر بيغرد تعرف ان هو بصحة جيدة وكويس جدا وعايز يخصب النتاية دا كان الاجابة على التعليقين اللي حضراتكم شفتوهم في اول الفيديو متمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم متمنى من حضراتكم اللي اول مرة شرفنا في القناة شرفنا في القناة واللايك الجميل من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته